تجف ورقة جديدة من أوراق شجرة العراقية المثمرة في بستان الإنجازات وقصص صناعة التميز على مر التاريخ العريق فيرحل وزير العدل الأسبق منذر الشاوي الذي تشعبت إنجازاته وسجلت اسمه في قوائم العراقيين البنائين للنهضة في قافلة العلماء والمفكرين ولد الأستاذ منذر إبراهيم أحمد الشاوي العبيدي عام 1928 وهو أستاذ في القانون الدستوري وفلسفة القانون ووزير أسبق شغل منصبي وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تخرج شاوي من كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1951 حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون ثم درس في جامعة تولوز في فرنسا وأكمل دبلوم القانون العلوم السياسية عام 1954 ثم الدكتوراه في العلوم السياسية في الجامعة نفسها عام 1956 كذلك حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1957 ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1958 ثم حصل على دكتورات الدولة في القانون بدرجة شرف عام 1961 وكان الفائز الأول بجائزة الأطروحات لكلية القانون بجامعة تولوز في ذلك العام بصمة محفورة في ذاكرة العراق والعراقيين صنعها الشاوي بلقب حمله الشارع العراقي والعربي عن كفاءته حتى سمي الرجل الكف والعالم في شؤون السياسة والقانون رحل الشاوي لكن بقيت السيرة عراقية مسطرة بالمجد والتاريخ